فانكشنال جروب اناليس كيميكال ميسود يوزد فور ايدنفيكيشن او بيور اورجانيك كومباون عندنا طلع طرق ممكن نتعرف عليهم على اي بيور اورجانيك كومباون اول طريقة اليمينتال اناليسيس ده طبعا سيكشن الشرح لكم بالتفصيل فانكشنال جروب اناليسيس ودي هندرسها النهاردة بالتفصيل وهنعرف كل التستات اللي ممكن نستخدمها عشان نتعرف على الجروب اللي احنا عايزين نتعرف عليها النهاردة دريفاتايزيزيشن فلسيفيكيشن فانكشنال جروب جروب اللي هنتعرف عليها النهاردة امتع الالكوهول الغياد كيتون الالكوهول الالكوهول لدينا اعطوا مليكيول او في الميسانول بيكون انتر مليكيول هايدروجين بوندنج وز اتش اوزر طبعا اه ان انا عندي الالكوهول بيكون ميزابول مع المية والميزابوليتي بتقل بزيادة او الهايدرو كاربون بتاع الميليكيول بتاعي وجود اكتر من هايدروكسايل جروب عندي في الميليكيول بيزود البيلينج بوند نتيجة ان انا عندي الميليكيول بيكون اكتر من هايدروجين بوند اتناشر بتكون بتكون في المية بتزيب بزيادة وبتجل بزيادة يبقى ان عندي اكون عارف ان انا الالكوهول بتكون النمبر كل ما يزيد بتصبح واكسي سولد لازم اكون انها كلها ملهاش اي لون بتكون ملهاش اي افك على بتكون مع المية والميزابوليتي بتاعتها بزيادة و بتجل بزيادة كل ما يزيد بتجل معايا في المية عندنا مثال لذلك الميسانول والايسانول بيكون بس الهايدروبنزايا الالكوهول بيكون الميزابول الو الميزابول المعايا المعايا تاني حاجة عندنا داي هايدريك الكهول يعني الملكيول بتاعي فيه 2 هايدروكسايل جروب اتاتشد زي اسيلين جلايكول او يكون عندي 3 هايدروكسايل جروب وفي الحالة دي بسميها تراي هايدريك الكهول مثال لذلك اللي هو الجليسرول اما لما يزيد عندي النمبر او هايدروكسايل جروب اربعة او اكتر فبسمي الالكوهول بتاعي بولي هايدريك الكهول زي وده الجنرال بتاعه الموجود قدامنا وفي الحالة دي اني بتكون اكتر من واحد يعني بيكون عدد الهايدروكسايل جروب عندي بيكون اربعة فاكتر هناخد بالتفصيل عندنا اللي هو المونو هايدريك الكهول الكلاسفايد الى الكهول لو انا عندي واحدة اتاتشد طول كاربون زات لينكد طول هايدروكسايل جروب يعني انا عندي الكاربون دي اللي هي متصلة بالويتش فيها هايدروكسايل فيها الكايل جروب واحدة فبسمي عندي في الحالة دي برايماري الكوهول مثال لذلك اللي هو الايسانور تاني حاجة لو انا عندي الكاربون طيركت اللي اتاتشد طول هايدروكسايل جروب لينكد طول طول الكايل جروب في الحالة دي بسمي الالكوهول بتاعي ساكندري الكوهول ومسال لذلك ايسو بروفايل الالكوهول لو انا عندي الكاربون ذات دايركت اللي اتاتشد طول هايدروكسايل جروب لينكد طول ثري الكايل جروب روان 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 عندنا البرايمر الالكوهول بيحصل له اكسيديشن الى الغير ولو انا عندي سترونج اكسيديزنج ايجونت هيحصل له ساكند اكسيديشن ويتحول الى كاربوكسيليك اسم او موكل لو سترونج اكسيديزنج ايجونت هيتحول دايركت اللي معانا طبعا بيمر بالمرحلة دي من غير من اا منشوفها يعني بيبقى برايمر الالكوهول ويتحول على طول لكاربوكسيليك اسم ساكندر الالكوهول بيحصل له اكسيديشن الى الكيتون تاشر الالكوهول طبعا ما بيديش اي راكشن وبيبقى نو راكشن كيميكال راكشن فور الالكوهول بالوقت هنبتدي في الكيميكال راكشن اللي احنا هنستخدمه عشان نتعرف على اي الكوهول مورنوكيول موجود معايا اول تست هنستخدمه اللي هو عبارة عن سيريك امونيوم نايتريت تست التست دا عبارة عن ديمونستريشن هيتعمل لكم في المعمل وهتشوفوه التست دا عبارة عن راكشن سيريك امونيوم نايتريت دا اكسيديزنج ايجونت بيتفاعل مع الالكوهول ولونه بيتحول دينا red color او red complex التست دا بيتعمل ازاي بجيب واحد ميلي من الالكوهول بضيف عليه few drops of siric امونيوم نايتريت تبعا الرياجونت دا قبل ما اعمل به اي حاجة خالص المفروض لونه بيبقى يالو color بعد ما اعمل الرياكشن هلاقي red color بيظهر معايا دا indicate presence of hydroxyl group in الكمباونت بتاعي يبقى انا عندي لما بعمل الرياكشن دا بعمله ازاي او التست دا بجيب تستيو بضيف فيها واحد ميلي من الالكوهول على few drops of siric امونيوم نايتريت هيدينا red color ال red color دا indicate the presence of hydroxyl group in الكمباونت بتاعي يبقى خلاص عرفت ان انا عندي النون اللي انا اشتغلك عليه دا عبارة عن ايه عبارة عن الكل او فيه hydroxyl group ودي طبعا الاكوشن ايه بتاعتنا بتوضح لنا ان انا عندي الالكوهول بتاعي بيحصل له اكسيديشن من خلال استيريك امونيوم نايتريت دا اللي هو وبيتحول الى الضهين اوكسيديشن تيست اللي هو بوتاسيام باي كروميت تيست التيست دا بعمله ازاي بجيب فيه تيست تيوب بضيف فيها نص ميلي من الانون بضيفه عليهم نص ميلي بوتاسيام باي كروميت واضيف واحد الى two drops of conch sulfuric acid هلا عندي بيظهر green to green color اس فورميت يبه هيظهر معي اللون بيكون اخدر الى اخدر ايه غامق دا نتيجة ايه دا بيدولي على وجود الالكوهول معي والاكوهول زي ما انتم شايفين ان الالكوهول بتاعي بيحصل له اوكسيديشن من خلال البوتاسيام باي كوروميت الى كربوكسيليك اسيد تالي جروب هنتعرف عليها اللي هي الالكوهول والكيتون يبه احنا خدنا التستين بنتعرف عليهم على الالكوهول الجروب اول تست دا سيريك امونيوم نيتريد تست والتست دا بيكون ديمونستريشن ان انا بعمله ازاي تاني تست اللي هو عبارة عن الاكسيديشن تست كوز بوتاسيام باي كوروميت تاني جروب هنتعرف عليها النهاردة اللي هما الالدهيد والكيتون الالدهيد والكيتون دول اكلاس طبعا اللي بيميزهم ان هما بيحتووا على كربونايل جروب اول كونتينينج كربونايل جروب كربونايل جروب عشان نستبع عرفها اللي هي عبارة عن كاربون اكسيجن دابل بونت زي مانتوا ايه الفيزيكال بروبرتز اف الالدهيد والكيتون طبعا البيلنج بوينت بتاعتهم بيزيد بزيادة الموليكولر ويت كله ما يزيد الموليكولر ويت بتاع الالدهيد او الكيتون بيزيد البيلنج بوينت ودرجة الغلايان ايه بتاعتهم الالدهيد والكيتون بيبقوا في المية بس السلوباليتي بتاعتهم دي يبقى كل ما يزيد بتاعي كل ما هتجل السلوباليتي بتاعت الموليكول بتاعي في المية مثال لذلك عندنا الفورمالدهيد والاسيتالدهيد والاسيتون دولة بيكونوا سمول سايز وبيكونوا ميزبل المية يبقى دولة سمول سايز وبيكونوا ميزبل ايه والدهيد والكيتون طبعا هناخد او تست هنتعرف به على الكربونايل الوسين بتاعة الالدهيد والكيتون اللي هو عبارة عن من بتاعت theres اند كيتون. ازاي بعمل التس ده? التس ده اول حاجة بعمل من السوديم اسيتات. ازاي اعمل من السوديم اسيتات? بجيب في كريستال من السوديم اسيتات. ببتدى اضيف عليهم نقطة مية او نقطتين مية وبتدي اعمل لحد ما يدوب معي السوديم اسيتات ولا في كريستال موجودة من تحت كده مش راضي الدوب. يبقى عندي بتاعي اصبح ايه? اهم حاجة خطوة دي. لازم اعمل السوديم اسيتات. السوديم اسيتات لازم يتعامل له ساتيوريشن كويس عشان تبقوا عارفين. التس ده لو السوديم اسيتات مش معمله ساتيوريشن كويس مش بيدي اه نتيجة ايه صحة. بعد ما اعمل ساتيوريشن من السوديم اسيتات بضيف اتنين الى تلاتة ميلي من الفينايل هيدرازين هيدروكلورايل. واعمل شيكين بعد كده بضيف عليهم واحد ميلي من الجليشيال اسيتك اسيتات. يبقى انا بتاعتي اصبح فيها واحد ميلي من السوديم اسيتات. ده ساتيوريشن. بضيف عليها اتنين ميلي الى تلاتة ميلي فينايل هيدرازين هيدروكلورايل. بعمل شيكين وبعد كده اضيف واحد ميلي جليشيال اسيتك اسيد. وهبتدي اضيف واحدة على الوال. الناس ما تقطرش لان انا لو ضوبت اكتر ممكن ايه بتضوب معي الرينج. هلاقي عندي ييلو رينج كده هتظهر في الريل رينج دي لو انا عملت لها شيكين للتيوب هلاقي كله ظهر في التيوب كاي ييلو تربيديتي او فينايل هيدرازون. ايبا عندي اه اه او الكيتون اللي هالكربونايل جروب بتتفاعل مع الفينايل هيدرازين عشان يدونا ييلو تربيديتي من الفينايل هيدرازون. طيب ببتس اللي فات ده بتعرف من خلاله على الكربونايل جروب بتاعة الالدهيد او الكيتون. بس ما 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 بيتعرفنيش على الكربونايل جروب بتاعة الاسم. كيف ده اللي هو فينايل هيدرازين تست. بيدينا ييلو تربيديتي من الفينايل هيدرازون. تستات اللي بنستخدمها عشان نتعرف على الالدهيد بس. في عندي تلات تستات بتعرف من خلالهم على الالدهيد بس. اول تست اللي هو شيف ايجونت تست. تست ده بعمله ازاي? بجيب تست تيوب بضيف فيها نص ملي من الانوم. بضيف عليها وان دروب. وعمل شكل. طبعا في التست ده لازم اللاحز اللون بتاعي ات وانس. يبقى لازم يبقى بتاعتي بتكون ات وانس. بتديني او يظهر معي ماجينتا كالر. اللون بتاعي بيكون ايه? ماجينتا كالر. ماجينتا ايه? كالر. تاني تست هنستخدمه اللي هو عبارة عن تولينزر ايجان اللي هو اول حاجة بجيب تست تيوب. باضيف فيها نص ملني من القنون بتاعي. باضيف عليها اتنين ملني من تولينزر ايجانت وعمل شكل كويس. واضيفها لازم بتاعي يبقى بويلنج وووتر باص. باضيفها في بويلنج وووتر باص. لمدة خمس الى عشر دائل. هبص يتكون عندي جري بريسيبتت او سيلفر ميرور. لبه هيتكون عندي راس بوني او سيلفر ميرور. كده هتلاقي ميرور لونها سيلفر على جدار التست تيوب. نتيجة ان انا عندي بيتكون اللي هو السيلفر ايو. زي ما انتم شايفين. هو ده اللي بيترسب على جدار التست تيوب. بيتكون معي طبعا سولدوف كاربوكسيلك اي اس. يبدأ تاني تست. خدنا الشيف بعد كده. تالت تست بتعرفت منه على قلضهيد بس. فهلنج تست. ازاي انا بعمل التست ده. بجيب تست تيوب بضيف فيها واحد مل من فهلنج ايه اللي هو الكبر صوفيت. بضيف عليها واحد مل من الفهلنج اللي هو بتاسيام سوديوم ترتاريت. واعمل شيكينج. يبقى اضيف فيهلنج ايه على فيهلنج بي. بعد كده اعمل ايه? شيكينج كويس. اضيف عليها واحد مل من القنون بتاعي. وبعد كده احطها في بويلنج ووترباص. يبقى لازم الووترباص بتاعي يبقى ايه? بويلنج ووترباص. واسيبها لمدة خمس دائم. هلاقيه المفروض بيتكون معايا راسب احمر طوبي كده على جداء اه من تحت كده في التست تيوب. او ممكن الاقي عندي بتاعي لونه اتغير الى اي كولر. يبقى اي تشينج في الكولر بتاعي او تكون من تحت في التست تيوب. ده دليل عنه الرياكشن بتاعي ايه? بوزيتم. يبقى الرياكشن بتاعي ايه? بوزيتم. زي ما انتم شايفين في الاقوشن القضيين. هيتحول الى كربوكسيلك اسد. وهيتكون معانا اه كيوبرك اوكسايد. ده هو اللي بيدي الراسب الاحمر الطوبي. ده اللي بيدي الراسب الاحمر الطوبي او اي تشينج في الكولر. سوى الكولر اصبح ريد ييلو ييلو جرين. يبقى ده كله يعتبر ايه بوزيتم. بدول التلات ستات اللي بتعرف عليه من خلالهم عالقضهيد بس. قلنا اللي هو عبارة عن الشيف بيدينا ماجينتا كالر. واللي هون بعمل له. تاني تست اللي هو عبارة عن التولينزير ايجاند. ده وبيديني سيلبر ميرور. وانه لازم يبقى وبويلنزير ارباص. التالت تست اللي هو عبارة عن تست. وده بيديني بريك ريد بريسيبتت. او في الكولر. بتلاقي ريد ييلو. يبقى ده عبارة عن ايه بوزيتم. يبقى دولة تالت تستات بتوع بتاعي. عندنا اللي هو عبارة عن ايودو فورم تست. ايودو فورم تست ده بستخدمه عشان نتعرف على او الجروب اللي هي الاسيطايل جروب. او سكندري الكحول وزمي سايل جروب. اجيسان تو كاربون بيرينج اويتش. وبستخدم با اه سوديوم هيدروكسايد. بيديني اسد. الاسد ده بيكون في لس وان كاربون عن الستارتنج الالكوهود. يبقى فيه كاربونة اقل من الستارتنج الالكوهود. اجزامبل عندنا ايسانول. سكندري بيوتانول. ايزو. بروبانول. اسيتال دهايد. ان اسيتول. ازاي انا بعمل ايودو فورم تست. التست ده لازم تركزه كويس يا جماعة وانت بتعملوه. بجيب في التستيوب بتاعتي بضيف فيها واحد مني من الانون. بضيف عليها تلاتة مني من الايودين. يبقى الايودين كميته بتبقى تلات اضعاف الانون بتاعي. يبقى بجيب واحد ميلي من الانون. بضيف عليه تلاتة ميلي من عشرة في المية ايودين سليوشن واعمل شكل. وبعد كده ابتدي اضيف نقطة نقطة من دايليوتيد سوديوم هيدروكسايد. يبقى السوديوم هيدروكسايد بتاعنا تركزه. بيبقى دايليوتيد مش مركز. اللي هو بيبقى على البنشات قدامكم. يبقى دايليوتيد سوديوم هيدروكسايد. واضيف دروب وايس وانا بعمل ايه؟ شكل. ببتدي اشوف اللون بتاعي. يبقى واحد ميلي من الايود فور. بضيف تلاتة اضعافه من الايودين. اللي هما تلاتة ميلي عشرة في المية ايودين سليوشن واعمل شكل. بعد كده ابتدي اضيف دايليوتيد سوديوم هيدروكسايد. سوديوم هيدروكسايد ده بيكون على البنشات قدامكم. بضيف نقطة نقطة واعمل شاكين. هيزهر عندي ييلو بريسيبت الايود وفور. يبقى هيزهر عندنا بتبقى راسب اصفر. راسب اصفر. راسب اصفر. راسب اصفر والناس تفرق بين النيجاتف والبوزيتف بتاع التست ده. الراسب اصفر لو انا مسكت التست تيوب وحطيت صباعي من خلفها المفروض ان انا مش هشوفه. يبقى ده دليل على ان انا عندي اتكون ايه؟ راسب اصفر. عندنا توك زامبل للكلام ده عندنا اللي هو الاسيتالضهايد والاسيتون. طبعا في البداية بيتفعل الاسيتالضهايد مع التلاتة ملكيول من الايودين وهيدينا الايودال. الايودال بيتفاعل لما بتدي اضيف سوديوم هيدروكسايد هيدينا الايودال بيتكون عندنا نفس النظام. طبعا زي ما انت عارفين ايودال بيتكون عندنا لما الايودال هيدفاعل مع الايودين هيدين الاسيتالضهايد. وهتكملوا بقى زي ما هي الاسيتالضهايد. هيتفاعل مع الايودال. ايودال مع السوديوم هيدروكسايدة هيحصل له وهيدينا ايودال. طبعا عندنا الميسانول هيدي نور اكشل لان انا عندي الميسانول. لما هيدفاعل مع الايودين هيدينا فورمال ضهايد. الفورمال ضهايد مفوش ايه اسطايل جروب. يبقى الفورمال ضهايد مفوش ايه اسطايل جروب. وبالتاني مع الاكسس ايودين هيبقى ايه نور اكشل. الكاربوكسيلك اسد. كاربوكسيلك اسد ده عبارة عن اورغانيك كومفوند. عندنا اليفاتك كاربوكسيلك اسد. عندنا فورمك اسد. اسايتك اسد. عند اوكزيلك اسد. وعندنا اروماتيك كاربوكسيلك اسد زي البنزوك والفيه ثالك أسد هيدروكسي وكربوكسيلك أسد برضو في منها ألفاتك وفي منها أروماتك ألفاتك زي الترتارك أسد يعني سترك أسد والأروماتك اللي هم عبارة عن سلسلك أسد أنساطيوريتد كربوكسيلك أسد ألفاتك أسد اللي هم الفيومارك والمالك أسد والأروماتك أنساطيوريتد كربوكسيلك أسد اللي هم السنامك أسد يبقى الاروماتيك ده عبارة عن classification of carboxylic acid أليفاتك أسد اللي هي الفورمك والأسدك والأجزالك أروماتيك كاربوكسيلك أسد اللي هما البنزوك والفسالك هيدروكسي كاربوكسيلك أسد يعني أنا فيه هيدروكسايل جروب معهم في منهم أليفاتك وأروماتيك الأليفاتك اللي هما ترتارك وستريك أسد الأروماتيك سلسيك السلسيلك أسد أنصات يوريتك كاربوكسيلك أسد في منهم أليفاتك وأروماتيك الأليفاتك في مارك عند مالك أسد الأروماتيك اللي هو سننامك أسد general reaction for carboxylic acid دايما بعمله التس ده عشان أتعرف على وجود عندي carboxylic أسد ولا لا التس ده سهل خاص أجيب التس تيوب وأضيف فيها نص ملي من الأنون بتاعي بعد كده أضيف فيها واحد ملي لإما من sodium bicarbonate أو sodium carbonate نبقى أعمل solution من أو saturity solution زي ما قلنا بيتعامل زي من sodium carbonate أو sodium bicarbonate واضيفه عليها نبقى نص ملي من الأنون على واحد ملي من saturity solution sodium carbonate أو sodium bicarbonate دي حاجة أو ممكن أضيف واحد نص ملي من الأنون بتاعي واضيف عليه sodium bicarbonate كسولد مرة واحدة من غير معمل saturity solution solution هيحصل معي ايفير فيسنز نتيجة اف كاربون دايوكسيد ايبا زي ما انتم شايفين في الرياكشن في الاكويشن كربوكسيليك أسيد فيه جود scootodyan bicarbonate هيدينا اييه هيحصل اف كاربون دايوكسيد هيحصل طيب انا لو هنجئ ده عبارة عن الاسكيم بتاعنا ازاي بنشتغله طبعا لما تدخله المعمل والتستاد دي بتعملوها ستيب باي ستيب بنعملهم بخطوة خطوة وبالترتيب لان انا عندي القنون اللي بينزل لكم ممكن يبقى فيه ممكن يبقى مكشر فيه كزا فانكشنال جروب فلازم اعمل التستاد دي بانتظام اللي انتو شايفينه بالترتيب اللي انتو شايفين الاسكيم ده لو طلع معايا اه أسيدي تي ادى معايا في الاستيدو تيست فقلنا مكتوب ازاي. اول تست هعملوا اللي هو عبارة عن والله ادى معايا إفرفيسنس يبقى القنون بتاعي متادش ايفرفيسنس يبقى في الابزيرافيشن هكتب ايه? هضيف كلمة نو. نو ايفرفيسنس يبقى القنون بتاعي تاني تست بعمله اللي هو عشان اتأكد ان انا عندي الكوهل الجروب ولا لأ. فبقى بعمل بوتاسيوم والله يقدى معي يبقى الالكوهل او الالضهيد. ليه? لان انا عندنا احيانا مع وجود اللي هو الاكسجين في الجو. الالكوهل بيحصل له اكسيديشن. يبقى ادى بتاسيوم دايكرو ميت تست. ماداش يبقى الانون نوت كونتين اي اكسيديزابل جروب. يبقى انا التست عندي. والله ادى بوزهة في التست ده اقول ايه? كونتين اكسيديزابل جروب. ماداش في التست ده يبقى اي اكسيديزابل جروب. تالت تست اللي بعمله الايو ادى معي ييلو بريسيبتد يبقى الانون كونتين اكسيديزابل جروب. رابع تست بعمله فينيل هيدرازين تست. لو ادى معي ييلو رينج اسبريد وزيتشيكين يبقى كونتين كيتونيك جروب. سواء كونتين كيتونيك ايه جروب. بعمل الشيف ريجانت تست. لو ادى معي مجينتا كولر يبقى عندي ايه? اضهيد جروب. ماداش نو ماجينتا كولر يبقى الانون كونتين اضهيد جروب. بعمل تولينز ريجانت تست. ادى معي نو سلفر ميرور يبقى الانون كونتين اضهيد جروب. ادى ماداش معي يبقى يبقى دي التستات اللي انا بعملها زي ما انتو شايفين. التست والوبزيرفيشن بتاعت. العاطت معي يبقى ايه? في الريزلت كونتين الجروب دي. مداش معي بحطه نو. نو اكسودايزابل جروب. وهكزا زي ما انتو ايه? عارفين. وبكده يبقى خلصنا شرح بتاعنا. موسيقى